إذن مشاهدين الكرام وحول عودتنا إلى الملف السياسي في العراق وما يشوكه من السياقات ومن مشاكل معنا حول هذا الموضوع من بغداد عبر رقمان الصناعية دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين مرحبا بك دكتور بداية برأيك هل بالإمكان أن ينفرط أو تنفرط حكومة العبادي في ظل الاستجوابات المستمرة حالية بسم الله الرحمن الرحيم والسلام بالقناة وبالمشاهدين الكرام حقيقة الأمر أن انفراط حكومة عبادي هي بالأساس ضرورة حقيقية وطنية منذ ان تأكد للجميع ضلع معظم عناصرها بالفساد وبأشكائي مختلفة ولكن الآن تردد مؤخرا أن المساءلات والإقالات في البرلمان هي تستهدف حكومة عبادي أنا أقول لست مدافع عن عبادي بأعتبر أنني مقتنع أن الحكومة الأساسا هي خاطئة والبرلمان هو أساسا مبني على أساس خاطئة ولكن الآن هي ممارسة لا بد منها وهذه ممارسة قد تعيد أو قد تعطي نوعا من الأمل البسيط البسيط لدى المواطن هناك برلمان عراقي يسير بالاتجاه الصحيح ولكن للأسف أن طالما البرلمان هذا هو مؤسس على أساس طائفية واستحقاقات ضيقة سياسية فتوقع أن الإقالات أيضا هي ليست بعيدة عن هذه الآلية إذن هي صراع وخلافات سياسية بين القوى أكثر من مجرد هي عملية عادية لا نحيازية وكثر من لا تدل على أن هناك إيجابيات في هذا التوجه نعم دكتور يعني تلويح وزير المالية بأن قرار إقالته غير دستوري يعني هل سيترك هذا الأمر بصيصا لعودته من جديد إلى وزارته لا أفضل شؤال ممكن يعادة شوية نعم سألتك عن تلويح وزير المالية سيد هوشير زيباري بأن قرار إقالته غير دستوري هل هذا الأمر سيترك بصيصا له ليتسلم وزارته من جديد أم أن الأمر قد انتهى برأيك أتوقع الأمر انتهى وعلى زيباري يبحث عن طريق آخر إن أراد أن يعود لعملية سياسية لا مجال لعودته ليس لأن عودته خلاص العراق ولا خروجه خلاص العراق فهو سيأتي بدل عنه شخص آخر شبيها به ولكن كشخص أتوقع أنه عليه أن يكون واقعي ويقبل النتيجة بروح رياضية كما يسمى أحيانا هل زيباري دفع سمن تصفية الحسابات مع باقي الكتل السياسية أم دفع تصفية الحسابات ضمن المكون الكردي نفسه هناك خلافات أودت بزيباري أكيد خلافات كثيرة بين الكرد والكرد أساسا كان معروف جماعة سليمانية وعلى نقيض تام معربيل كذلك الحال دخل على الخط المحروف خط مالكي مالكي وسليمانية متناغمين وبالتالي لا استبعد أن العملية كان وراءها مالكي وذلك أنه مالكي وراء كل أعمال التي في غير صالح العراقين كان شكلها وبالتالي توقع أن تصفيات سياسية أكثر من غير سياسية ولكن طالما أنه محاصصة هي للتحكم فلابد سيأتي لاحقا وجر مالية من نفس ترتيبة زيباري ولعله يكون ابن أخوه أو ابن عمه أو ابن أخته كما هو معروف العائلة الحاكمة في أربيل نعم دكتور بعد أن شهدنا عدة حكومات جاءت على إثر المحاصصة الطائفية أو المحاصصة السياسية أو التوافق وسميها ما شئت هل بالإمكان أن نشهد أيضا إقالة للوزراء حسب المحاصصة كما أثير في وسائل التواصل الاجتماعية على سبيل الفكاهة يعني شخص من تحالف القوى وآخر من تحالف القوى الكردستانية والآن هناك من يستجوب من التحالف الوطني وهو السيد الجعفري أنا أتوقع كثيرا أن الجعفري هو الشخص القادم الذي طاح به وأن طاحة الجعفري سهلة للغاية وذلك لأسباب كثر يعرفها المواطن البسيط وليس المتفقه في الشؤون السياسية كما أن المحاصصة الطائفية أيضا والمحاصصة السياسية تستوجب التوازن في الإطاحات كما استوجب التوازن في المصالح وبالتالي توقع الجعفري هو القادم لطاح به لو بقينا في جو الحسابات السياسية وأيضا الانتخابات القادمة هناك دعوة لسيد مقتدى الصدر بتغيير المفوضية وتشكيل كتلة عابرة للطائفية ولكثير من الشروط حتى يدخل إلى الانتخابات القادمة يمهد لشيء ما رأيك بما صرح به الطرح يحتمل شقين الشق الأول تغيير مؤسساتي لمؤسسات الانتخابات هذا جيد وهو تغيير عملية انتخابية تغيير آلية الانتخابات تغيير المفوضية وطريقة عملها وطريقة تكوينها هذا جيد وأنا أشد على يد الصدر أن يكون هذا في صدارة الأمور أما التكوين عابرة للطائفية هذا محل شك كبير وذلك لأن الجميع بما فيهم الأخ الصدر هو جزء من عملية فيها هذا الحس المذهبي وبالتالي مع هذا كون عراقي وكون عروبي وكون قد أعطى دلالات إيجابية ممكن أن نشد على يديه بهذا الاتجاه ولكن يتمنى أن يؤكد على تغيير الآلية القائمة للانتخابات لكي تفتح المجال لأن يأتي عناصر حقا إيجابية وليس تكرار لما حصل في تجارب السابقة دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك